موسيقى حيقتك ما عم تفهم علي يا خليل وقت اللي بقلك سكوت بتسكوت وبتخرز يعني ماشي بالدعوة للآخر؟ ماشي للآخر إذا بيرد لي المصريات بسامحوا شو يا خليل؟ مستعد ترد المصريات حتى تسامحك؟ موسيقى بقيت شهور مع بيا شهور طويلة يوم أمني عالشركة وعاموالي الشركة ماشتكى من نقص قرش واحد اللي ما سرق البي اللي بدي يسرق البنت يعني من الآخر شو بدك تقول؟ أنا بريء يا فندي شو بتقولي يا سونيا؟ ماشي بالدعوة؟ أكيد ماشي إذا غيرت رأيك بسحبه وبسامحك حكي معي أنا يا ابن ممنوع تحكي معه بدي كتمشي بالدعوة؟ فاكري مني حبل ما تجاوبي أنا على المنطقة مني راجع وعالشركة مني راجع خراس؟ نعم ماشي بالدعوة خلال 48 ساعة مجبور إبعته على سجن الرمل إذا غيرت رأيك أعطيني خبر إذا غيرت رأيك أعطيني خبر أنا بصراحة بدي أحكي ضميري خليل ولا يمكن أن يسرق حبة قمح من هالشركة فكيف بده يسرق 180 ليرة؟ ما رح نوصل للمحكمة معه 48 ساعة حتى يغير رأيه ويرجع لشغله ومين اللي عطاه الفرصة؟ بعد 48 ساعة بيخدوه على الحبس يعني أنت كمان معك 48 ساعة حتى تسحب الدعوة شاطر، إذا قبل يرجع لي ويرجع على شغله بسحبه وهو بيعرف كتير منيحة الشرط يعني بدك يرجع لي ويرجع على شغله بالضغط والقوة في حال رجع رح يكون عدوك مش حديبك في حال رجع حيأمن لشغله وأنا رح أعمل جهدي إن أرضيه وخليه حبنه خليل ما قاله إلا هالمنطقة يتخبى فيها من عساكر فرنسا ولهالسبب رح يغير رأيه ويرجع حساباتك كلها غلط يا سونيا حساباتك كلها صح مهم دفع سوريا سمن الكف اللي ضربتني إياه وهنتلي فيه كرامته ربيع ما حيرجع هيد المنطقة صارت مشموسة صارت شو؟ يعني عين العسكر الفرنسي عليها ما رح يكونوا قصدينا أنا بعرف كيف ووين خبيه ظلناك بمحله سيدنا هيدا الموقوف عنا حامل هوي مزاورة موسيقى تشعر موسيقى عني حالك ما شايفتيني يا بنت؟ شفتك وما بدي أحكي معك يا دي عني التربية فيكي عن أي تربية عم تحكي؟ عني مسابات لي كنت أسمع منك؟ أو عني كفوف لي كنت أضربني إياها؟ كنت مسؤول عنيك ولازم ربيكي يبعت لكسر إيدك على هالتربية عم تدي علي مخوصة؟ لهي أبدك تربية عن جديد أي 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 què؟ باع في الكسرى صارك الباني كمانن؟ طولتها زيارة عم خير إن شاء الله شو الوصه؟ عم بتروح بكير عشغل وأنا بشوفك أكتر وأنا كمان بحب شوفيك أكتر صارة عم بشتألك هلأ جاي يشوفك وبعدين بدي روح لعن شادي لعندو عالبيت لأ إذا بروح لعندو عالبيت عم تبتش حطني وين بدك تشوفيه عن نسرين كانك اليوم زعلاني يا ليصار زعلاني شوية ماش كتير إزهل شوية ماشي الحل مين مزعلك عيد الرجال اللي ماما طلعته يعني فادي يقطع هالاسم بشو زعلك شفته وما سلمت عليه قول بدي تربية دايت على إيده بالكسر لأنه كان يضربني وبعدين شدال يدينتي عدايته شهر رزقيل أيضا سال لازم نخلص من غلاصته المرة بتكفيك طربة واحدة مرة التانية هتكون بالقبر معني منيحوا بالتكلم وقت بتشوف بنتي اليسار بتحطي عيورك بالأرض إذا بعرف أنك طلعت فيها تتصيح عيونة تأورون روح تشير من صدرك أبرك بحفر بيديني دايت تركي سمعتني تركي سمعتني وأنا ما سمعتني سمعتك سمعتك تركي 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 ايدي كلكم ويسام خيي يا بلا راس يا بلا دماغ يا بلا فهم انا بيزعل منه وبيزعل مني بتخانق معه وبيتخانق معي بتهجم عليه بيتهجم علي بس ما بروح بشكيه عند الضابط كان بلق ادب كان بلق ادب وبلق اخلاق معي ضربني ومن بعض ما ضربني هددني واذا هددك؟ بتروح بتسلمه للعساكر تا يضربوه؟ على القليلة بيوقفوه عند حدو يمكن نرجع يعتدى على اي مرة تاني وتالتي ورابعة كان لازم تخبرني وانا بحكي معه يسام لو الحكي بفيد كنت انا حكيت معه كل المشكل مورا الكاسرة بنتو شو اللي صار مع بنتو؟ كانت مثل العادة راح تشوف ابنك عن نسرين انا بصراحة جربت ابنها انا كرمالك هيدي نسرين صار لازم توقف عند حدها كلم انتو ما بتصير اتنين مع ابني بدل ما تروح تحط خي بالحبز فكر لي بشي طريقة تخلصني فيها من نسرين اذا فكرنا هنلاقي اكتر من طريقة متل شو؟ مثلا متل الطريقة اللي خلصت فيها من زوجك بركة بتموت وبتلحق على ربيع يارات بتموت وبتلحق ويارات موسيقى كان لازم هند اللي تفتح الباب مش انت هند برات البيت عدل ولوين راحيت؟ ما بعرف وخيي كمان منو بمكتبو عطول بيختفي هو ومرته سوا ما بيعود حدا يشوفهم انا ما بتدخل بشي ما بيعنينا فوتي بالموضوع مباشرة انت ما بتزوريني الا اذا في شي بديك تقولي لي اياه بدي شوف ويسام واحكي معا خير شو القصة؟ خيي ويسام ضرب جوزة ومن بعد ما ضربوا هددوا ويسام ما بيمد ايده على حدا الا اذا حدا تعدي عليه ضربوا كرمال هايدي المفقوصة اللي بلا تربيي اذا قصدك الي سار يا زينة هاي البنت كتير مهزبة بصراحة انا اللي معرفت ربي ماني جاية كرمال تسمعيني حكي وتهنيني انا جاية حتى اعمل مصالحة بنجوز وخيي ما تعملي هالغلطة اذا بدك تكبري المشكل جاربي صالحيهم مع بعض ما تعملي هالغلطة ما تعملي سوف موسيقى روح فل بس هيك انت بتنطل كل واحد منا لازم يدفع داري بتوطنيته روح فل انا بعرف شو عم بعمل دم ما بيقلب مي يلا بلا كترة حكي الروب اختفي لانه رح ابعت دوري وراك حضرة المحقق يلا فل بلا كترة حكي خليل نعم حويتك الله الله اشتركوا في القناة 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 سونيا قالت اسمها سونيا كنت متوقعت زورنا كنت متوقعت خليها تفوت حاضر تفضل يا سيد جاي حتى تسمحني يا أفن ضميري كان عم بعذبنا كل الوقت لأن أعطيتك شهادة زورة ما كانت عارفة رح أصل لهوا فكرته رح يرجع على الشغل هيدا خليل عنيد كتير كتير عنيد ما كان بدي يوصل على الحبس توقعت تجي أنت والمحامة لتبعوا قضية الدعوة ما عاد في قضية وما عاد في دعوة ش تبقى إذا بتريد؟ أنا كذبته وظلمته بصر لي 48 ساعة على أعصابي بصر لي يومين بلا نوم وهيدا اليوم الثالث جاي حتى تشيله من الحبس مش معقول هالشاب شقاسي ع حاله ش هدت تزور يا سونيا فيها محاكمة وفيها سجن إذا عندك بنت اعتبرنا بنتك وسمحنا وإذا عندك أخت اعتبرنا أختك وعفي عنا إذا بنتي أو أختي شهدوا الزور ما بعفي عنهم نية كانت طيبة صدقني ما كنت ناوي ضره دريتي وكترتي ما كنت عامل حساب لهالشي أبدا أنا بصراحة ما فهمته وما فهمت عقليته هل قد تفكيرك بصير؟ أنا تفكيري أبدا منه بسيط مين ما بيتمنى يعمل مدير شركة ويحب بنت حلوة ومعه مصارك؟ هوي الشاب اللي زلمطيه واتهبطيه بالسرقة أنا كتير نتمنى إذا صار بالحبس شو لازم أعمل حتى طلعه؟ هوي برات الحبس هرب عفوا يا أفندي قلت هرب؟ هرب غفلنا وهرب هلأ صار فيي إرتاح هلأ صار فيي نام أنا تنزلت عن الدعوة ما لازم حدا يلاحقه ولا حدا يمسكه وأنت سمحنا بترجاك يا أفندي سمحنا شهادة الزور أوقات بتقتل المظلوم يا بني أنا بحبه ولا يمكن عرضه للخطر شهادة الزور كانت أكبر خطر علىه وعا حياته أنا كان بدي حطه تحت الضغطه بس ما كنت عارفة رح يتمسك بكلمته كان هو كمان قادر يرفع عليك يدعه ويحسل شرفيته منك لا هلأ ما بيقدر كل واحد بيقدر لا ما بيقدر سألتك ليه ما بيقدر يرفع عليك يدعه هيك طلعت معي هالكلمة ما بعرف لقلتها عفاكي تعرفي أنه الباب من العسكر للفرنس سامي ما بدك تهكي أنت فعلا بتحبيه؟ بي حبه وأمني على الشركة وعلى ميل الشركة بي حبه وعطي كل السقه أنا وردت هالسقه وارتحت له وشفت أنه لازم حبه وأعطيه مثل ما عطى بيه الحب والسقه هذا الإنسان اللي حبيتيه إنسان حر يا سونيا أيام العودية خلصت من زمان من زمان كتير من يوم ما كانوا الأسياد يستعبدوا الناس ويطوارطوا البشر من جيل لجيل فهمت يا سونيا؟ نعم يا أفندي فهمت مع السلامة يعني سمحتنا؟ سمحتك لأنك رجعت لضميرك يا سونيا الله معيك شكرا يا أفندي شكرا شكرا خليل إبراهيم اسم الأبد يوسف اسم الأم ليلة شكرا سيدنا ما في حدا من العسكر برا أنا بعتهم بمهمة